بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا أمس نتحدث حول بيتي البيت الثالث من المنظومة الجزرية عند قول الجزري رحمه الله محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه ولما وصلنا إلى قوله ومقرئ القرآن تكلمنا عن القرآن ما هو وبينا تعريفه ثم مر في التعريف كلمة نقل إلينا متواترا فبينا ما هو التواتر ولما كان نقل إلينا فكان من اللازم أن نتكلم عن كيفية وصول القرآن العظيم إلينا بعد خمسة عشر قرن من نزوله فبينا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة القرآن العظيم بطريقين بلغهم إياه مكتوبا ومنطوقة ثم بينا مراحل تدوين القرآن الكريم منذ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ظهرت مؤلفات بين يدي الأمة في المئة الرابعة تقريبا وبداية الخامسة هذه المؤلفات حوت ما خالف فيه رسم المصحف الإملاء المعتاد بين الناس وبهذه الطريقة صين القرآن الكريم وحفظ من أن يتطرق إليه أي نقص أو زيادة بالكتابة التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم نتكلم على الجانب الآخر الذي بلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وهو الصوت العرب يا إخوة في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم قبائل شتى وهذه القبائل العربية بينها قواسم مشتركة في النطق كثيرة جدا لكن أيضا بينها اختلافات وهو ما يسمى باللهجات انتبهنا واللهجات تختلف عن بعضها بثلاثة أمور تقريبا الأمر الأول أن تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين إلا أن هؤلاء ينطقونها بكيفية وهؤلاء ينطقونها بكيفية أخرى فكما أسلفت بالأمس قبيلة تقول بئر مهموزة وقبيلة أخرى تقول بير انظروا في عصرنا هذا إلى كلمة الماء في العاميات المعاصرة مناطق في الوطن العربي تقول موية ومناطق تقول مية ومناطق تقول مي ومناطق تقول ماي وبعض إخواننا في البداية يقولون ما ميم ألف وكلهم قصدهم الماء فالكلمة موجودة في كل هذه البيئات إلا أن طريقة التصويت بها تختلف هذه ناحية من نواحي اختلاف اللهجة الناحية الثانية أن تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين لكنها تعني هنا شيئا وتعني هنا شيئا آخر عند أناس تعني شيئا ونفس الكلمة تعني عند قبيلة أخرى أو عند لهجة الأخرى شيئا آخر يعني من القديم مثلا نأخذ كلمة صبأة التي استعملها بعض العرب لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالدا لينظر في إحدى القبائل هل أسلموا أم لا فذهب سيدنا خالد ومعه عدد من الصحابة كمثل يعني سرية فتلك القبيلة لما رأوا سيدنا خالدا ومعه هؤلاء الصحابة وهم متسلحون قالوا صبأنا صبأنا ويقصدنا يعني غيرنا ديننا ودخلنا في الإسلام لكن كلمة صبأة عند قريش وتعني الصابة عبدت الكواكب وكذا وأنهم صبأنا نعم فصار سيدنا خالد يقتل فيهم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد انتبهنا فهذه الكلمة موجودة هنا وموجودة هنا ولكنها تعني عند كل قبيلة شيئا وهذا أيضا في عصرنا موجود قد تجد كلمة مستعملة في بيئتين من بيئات الوطن العربي هنا تعني شيئا وهنا تعني شيئا آخر يعني مثلا في الشام إذا قالوا فلان عم يعيط يعني عم يرفع صوته في مصر إذا قلت فلان عم يعيط يعني عم يبكي انتبهت كيف فمرة تخاصم في الحج رجلاني شامي ومصري فالشامي يقول للمصري يا أخي ليش عم تعيط وقصده لماذا ترفع صوتك المصري قالوا لا أنا ما بعيطش الثاني قالوا بل عم تعيط قالوا لا أنا ما بعيطش فإذا الكلمة موجودة هنا وهنا ولكن مدلولها مختلف انتبهنا كيف خذوا كلمة طليان طليان عندنا في بلاد الشام تعني الإيطاليين أهل إيطاليا شو بسموهم طليان مثل ألمان يعني وفي السعودية الطليان يعني الخرفان انتبهت كيف فمرة كان لنا صديق يشتغل في إحدى الشركات في جدة كلفوه باستقبال خبراء جايين من إيطاليا فهو شامي فذهب إلى المطار وخد لبسه واعتنى بنفسه فصار يبحث عن هؤلاء ينظر هنا وهنا فالعسكري يعني رابه أمر هذا الإنسان فناداه فقال يا أخي ايش فيه قال له والله في طليان جوا عم باستناهم فقال له طليان في المطار فقال له من شان بدي يساعدهم بالحقائب قال له معهم حقائب بعد فإذا قد تكون الكلمة موجودة في كلتا البيئتين وتعني هنا شيئا وتعني هنا شيئا آخر هذا فرق ثاني بين اللهجات الفرق الثالث والأخطر أن تكون كلمة موجودة في إحدى البيئتين ومعدومة في البيئة الأخرى انتبهت يعني مثلا مثل لما سعر سيدنا أبو بكر عن كلمة أبا ما هو الأب مو مستعملة بالبيئة القرشية ما هي مستعملة هذه الكلمة فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ويقول ابن عمر لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض والله خانتني الذاكرة إما ابن عمر وإما ابن عباس أبن عباس جزاك الله خير يقول ابن عباس ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى جاء رجلان يختصمان في بئر إلى عمر صحيح إلى عمر يا أخي في زمن عمر فقال أحدهما يا أمير المؤمنين أنا فطرتها يعني هو يستشهد على أنه هو صاحب البئر قال يا أنا فطرتها بمعنى أنا شققتها وحفرتها انتبهنا كيف إذا هذا هو الفرق الثالث بين اللهجان والقرآن يا أخوة كما تعلمون قال الله تعالى عنه قرآن بلسان عربي مبين ولم يقل بلسان قرشي فلذلك تجد في القرآن كلمات من كل اللهجات العربية من النوع الثالث الذي تكلمنا عنه النوع الثالث أن تكون كلمة مستعملة في بيئة ومهملة في بيئة طيب النوع الأول هو الموجود بكثرة النوع الأول الذي هو اختلاف طريقة التصويت لكن اختلاف طريقة التصويت هذا أيضا يقسم إلى قسمين قسم إذا اختلف التصويت لا يغير الكلمة يعني عليهم 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 قبيلة تقول عليهم وقبيلة تقول عليهم وقبيلة ثالثة تقول عليهم المعنى هو هو انتبهنا لكن أيضا في زمن النبوة كان هناك تغييرات للحروف في نفسها لا لحروف المد والهمزات كالحال اليوم انتبهنا يعني مثلا قبيلة تقلبوا القافة جيما مثل ما مثلا يقولون جدام بدل ايش قدام أو يقلبون الجيمياء بدل مثلا الجربوع يقولون اليربوع انتبهنا كيف أو عكسها كما قال ذلك الشعر القديم خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحمة بالعشي قصده خالي عويف وأبو علي المطعمان اللحمة بالعشي هذه لهجة عربية قديمة لكن ما نزل بها جبريل الطمطمانية الطمطمانية هي استعمال ام بدل ال للتعريف يعني بدلا من ان نقول المسجد نقول ام مسجد بدلا من ان نقول الكتاب نقول ام كتاب الى الان موجودة هذه اللهجة في غرب الجزيرة العربية وجنوبها منطقة جيزان ونجران وبعض سهول تهامة الى الان يقولون ام كذا ام بيت ام بيت يعني ايش البيت هذه لهجة موجودة لكن ما نزل بها جبريل ولم يؤذن بها لانها قد تغير المعنى انتبهت بيا اخواني صوت جا اج هذا الصوت موجود في العاميات القديمة لكن قبائل تستخدمه مكان حرف القاف بدلا من ان يقولوا قال يقولوا يقولون قال يقول ونفس الصوت موجود في قبيلة اخرى مكان الجيم فبدلا من ان يقولوا جاء يقولون جاء فمثلا منطقة تعز الى الان يستخدم هذا الصوت جاء مقابل الجيم انتبهنا في حضر موت يستخدمونه مكان القاف بل وفي الجزيرة العربية في اغلب الجزيرة العربية الان طغى استعمال صوت جاء مقابل صوت القاف انتبه هذا موجود وقديم ولكن ما نزل به جبريل لانه يضيع المعاني يعني لو اتينا بشخص من تعز وشخص من حضر موت وقلنا لكل منهما اكتب نجيب نجيب ماذا يكتبها التعزي نجيب وماذا يكتبها الحضرمي نقيب والنجيب شيء والنقيب شيء اخر اكتبا جليل ماذا يكتبها التعزي يكتبها جليل هذا امر جليل والثاني يكتبها قليل وهل الجليل مثل القليل اذا من هنا هذه الاشياء التي موجودة لكن هنا في خطر صار خطر على النص القرآني ان تتغير معاني فلم يؤذن بها وانما اذن بالامور السهلة اليسيرة من امن من امن ماشي الحال انتبهنا الانسان الانسان موسى 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 ما في ما في خطر انتبهت كيف فهذه اذن بها اذا ليس كل اللهجات القديمة اذن بها وانما اذن فقط بالذي فيه تيسير على الامة من غير لاخلال للنص الاصلي انتبهت يا سيدي اذا نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قرشي بأبي وأمي ففي الحديث ان جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل اني ارسلت الى امة امية فيهم الشيخ الكبير والمرأة يعني بمعنى يطلب التخفيف فما زال به حتى قال ان الله يأمرك ان تقرأ امتك القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف وقال صلى الله عليه وسلم وروى ذلك عنه سيدنا علي رضي الله عنه ان رسول الله يأمركم ان تقرأوا كما علمتم فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن لكل بمعتادة من هذه اللهجات التي لا تؤثر على على النص وعلى المعنى اما يأتي الان انسان معاصر يصلي بنا اماما ويقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا مو مقبول مو مقبول تبهنا كيف لا يقرأ القرآن الا كما نقل ليس لهذه اصوات سند ليس لها سنة ولو فتح هذا الباب لا يغلق لا يغلق إذا قلنا للأخوة السودانيين اقرأوا بلهجتكم ان نزلناه في ليلة بيقول الغدر في ليلة الغدر والله قادر شو بتصير نسأل الله العافية تبهتك ما مسموح أبدا بهذه الأشياء علينا جميعا أن نتعلم أن نتعلم كيف ينطق القرآن لأن الذين خوطبوا بالقرآن ليس أنا وأنتم وإنما الذين خوطبوا به هم العرب في زمن النبوة هم الذين خوطبوا به أصالة وخوطبنا به تبعا انتبهنا يا أخواني يعني لما نقرأ بالقرآن وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم لا يصح أن نفهم كلمة سيارة بالمصطلح الذي نعنيه في عصرنا هذا بل ماذا كانت تعني هذه الكلمة في وقت النبوة هم الذين خوطبوا به بلسانهم نزل انتبهنا يا أخواني وهكذا تلقى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كما نرى على اللوحة نزر جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به هنا لفتة بسيطة بعض إخوانينا يسأل يقول يعني كان سيدنا رسول الله يقرأ على جبريل أو جبريل يقول مر عليهم ومر عليهم ومر موسى أو موسى هل كان يفعل ذلك نقول في جواب على هذا يا أخي عندنا نصاني في القرآن العظيم يدلاني على أن النزول كان ينزل على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وليس على سمعه قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك وليس على سمعك فتلقي رسول الله بأبي وأمي للقرآن العظيم من جبريل عليه السلام ليس كتلقية وتلقيكم نحن أنتم تسمعون كلامي هل تجدون ثقلا لكن سيدنا رسولة كان يجد ثقل من لقاء جبريل عليه السلام كما ورح الأحاديث الكثيرة يعني يتفصد عرقا صلى الله سلام في الليلة الباردة ومرة نزل عليه جبريل عليه السلام ورأسه الشريف على فخذ السيدة عائشة تقول السيدة عائشة أحسست فخذي قد قطعت إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وسورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك فكان القرآن ينزل على رسول الله بكيفية اسمها الوحي لا يعرفها إلا من عاناها حق المعرفة هذه الكيفية الله أعلم بها لكنه قال صلى الله عليه وسلم يفصم عني يعني الوحي ينفصل يعني وقد وعيت ما قال وقد وعيت ما قال وكان كما تعلمون في أول الأمر سيدنا رسول الله يخشى أن ينسى القرآن فكان يردد مع جبريل فأتاه الأمر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه يعني في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانها الآيات المعروفة لديكم إذن هذه المرحلة الأولى من التلقي نزول الوحي كما قال الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تبهنا هذه بداية السلسلة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه وبشر مثلنا فلما تلقى القرآن صلى الله عليه وسلم هو الذي تحمل المشقة أما نحن أخذناه بالسهولة فجزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وخير ما جاز نبيا عن أمته فهذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية كما نرى تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله الآن صار الأمر فم إلى أذن وأذن إلى فم القرآن وأعادوه أمامهم أمامه حتى أقرهم عليه انتبهنا كيف المرحلة الثالثة نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها يعني التلقين التلقين أستاذ يقرأ وطالب يسمع الأستاذ يستخدم فمه في النطق التلميذ يستخدم أذنيه في الايه في السماع ثم يعيد الطالب فيستخدم فمه في النطق والأستاذ يستخدم أذنيه في السماع هذه هي طريقة التلقين تبهنا يا أخواني نعم وهكذا حتى وصل إلينا هكذا من جيل إلى جيل كل جيل يكرم الله تعالى هذه الأمة بعدد من العلماء يتفرغون لتلقين الأمة القرآن. ما اسم هذه الشريحة من العلماء القراء. إذن القراء. هم شريحة من علماء الأمة الإسلامية فرغوا أعمارهم لأمرين الأمر الأول الشطر الأول من أعمارهم فرغوه لتلقي أصوات القرآن الكريم وضبطها والشطر الثاني من أعمالهم فرغوه لتلقين الناشئة ولتلقين الطلاب وأهل القرآن القرآن كما تلقوه وهذا كله ضمن دائرة وإنا له لحافظون هكذا وصلنا القرآن الكريم صوتيا إذن نحن لما نستمع إلى أشياخنا ولما نستمع إلى حفاظ القرآن في شرق البلاد وغربها نستمع إلى قراءة واحدة المغربي يقرأ القاف قافا والأندونيسي في أندونيسيا يقرأ القاف قافا والتركي كذلك والإفريقي كذلك خذ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الأمة كلها تقرأ القرآن العظيم بكيفية واحدة فالباء باء التي قرأها رسول الله باء ننطقها اليوم باء ما تغيرت ولا تبدلت كل هذا بفضل الله عز وجل وبفضل الضوابط التي وضعها أئمتنا والتي سنتعرض لها في شرحنا للمنظومة الجزرية إن شاء الله تعالى قال ابن الجزري رحمه الله وبعد إن هذه مقدمة أو مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه وبعد كما نرى على اللوحة أي وبعد البسملة والحمد له والصلاة البسملة التي قالها في الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وآله الحمد لله هذه على وزن فعلة لا ما هي موجودة كثيرا هذه نسموها الكلمات المنحوطة الكلمات منحوطة يعني يقولون سبح شو يعني سبح قال سبحان الله حمد لله قال الحمد لله انتبهنا شلون استرجع قال ان لله وانا اليه راجعون هذا معنى استرجع مثلا حوقل قال لا حول ولا قوة الا بالله وهكذا ان هذه مقدمة او مقدمة اي ان المعلومات التجويدية حوتها هذه المنظومة هي مقدمة لمن يريد ان يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى فيما على قارئه ان يعلمه نعم فيما على قارئه ان يعلم يعني فيما يجب على قارئ القرآن ان يعلمه مما يعتبر في تجويده اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلم اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلم اذ واجب هذا الوجوب وجوب اصطلاحي ما هو وجوب شرعي الوجوب الشرعي اخواني هو الذي يأثم بتركه انتبهت كيف يعني الصحابة الكرام ما كانوا بحاجة الى معرفة هذه الاحكام التي ندرسها نحن الآن تبهت كيف ما فينا نقول واجب شرعي وإلا الصحابة آثمين لأنهم ما تعلموا مخارج الحلوب ولا صفات الحلوب واجب بمعنى نحن الآن لسنا مثلهم هم عرب اقحاح هم في زمن النبوة عرب اقحاح اما انا وانتم فإما عرب مستعجمون او عجم مستعربون ما فينا عربي ماتوا من زمان العرب الاقحاح ماتوا من زمان اما اليوم فإما عربي مستعجم او عجمي مستعرب تبهنا والسنتنا فسدت منذ تقريبا المئة الثانية للهجرة فكيف الآن الالسنة فاسدة الله يتوب علينا إذ واجب وجوبا اصطلاحيا بمعنى ما لا بد منه مطلقا وبمعنى ما يأثم بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب وسيأتي تفصيله سنفصل في هذا الموضوع بعد قليل بإذن الله قبل الشروع أولا أن يعلموا شو بدهم يعلموا كما نرى على اللوحة مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات وفي نسخ لينطقوا بأفصح اللغات نفس المعنى مخارج الحروف أن يعلموا مخارج الحروف مخارج جمع إيش جمع مخرج والمخرج ما هو كما نرى على اللوحة مخرج الحرف مكان مكان خروج نعم والصفات الصفات جمع شو صفة وصفة الحرف كما نرى على اللوحة هيئة خروج من مخرج كما ذكرت لكم أول أمس لا يكفي للطالبي لطالبي القرآن أن يعلم مكان خروج الحرف بل لا بد أن يضيف إلى ذلك صفة الخروج كيف كانت العرب تنطق هذا الحرف يعني من الشفتين عندنا با وعندنا با با فهل العرب في زمن النبوة كانوا يقولون بي بسم الله أم يقولون بسم الله كانوا يقولون بسم الله ولا يقولون بسمي فلو قرأ قارئ بسمي ماذا أقول له هل أقول له ايت بالباء من الشفتين هو أتى بها من الشفتين هو ما غير المخرج وإنما غير الصفة ليس مع الباء العربية هواء متدفق با بو بي ليس في العربية هذه الأصوات في العربية با بو بي مجهورة وليست مهموسة إذن هنا عفوا مخارج الحرف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات طبعا قصده أفصح اللغات اللي هي اللغة العربية أفصح من الفصاحة والفصاحة هي البيان والوضوح طالما تكلمنا عن الحروف مخارج الحروف ما هي الحروف العربية الحروف العربية كما نرى في هذه اللوحة يا إخواني أو مجموعتان إما أن نقصد بالحروف المنطوقة وإما أن نقصد بالحروف المكتوبة فإن قصدنا المنطوقة يسميها العلماء الحروف الهجائية الحروف الهجائية وإن قصدنا المكتوبة يسميها العلماء الحروف الأبجدية أما المنطوقة التي كانت العرب تنطق بها فهي تسعة وعشرون حرفا قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله في منظومته المفيد في التجويد وعدة الحروف للهجائي تسع وعشرون بلم ترائي وأما المكتوبة فإنها ثمانية وعشرون حرفا ولسائل أن يسأل لماذا كانت المكتوبة أقل من المنطوقة بحرف وما هو هذا الحرف الذي تنطقه العرب ولا تكتبه والجواب على ذلك أنه حرف الهمزة كما سيأتي بعد قليل الحروف الهجائية المنطوقة يعني كما نرى على اللوحة تسعة وعشرون حرفا ورتبها الإمام نصر بن عاصم رحمه الله من كبار الأيم القدامى بحسب تشابهها في الخط ونقطها ليفرق بين المتماثلات هي ما كانت منطوقة منقوطة ما كانت منقوطة فنصر بن عاصم رحمه الله نقطها ليفرق بينها انظروا إلى اللوحة تجدون الحرف الأول هذا الحرف الأول هو الهمزة هو الهمزة ولكن مجازا يقولون عنه أليف لأنه يكتب على هيئة عندنا بعدها أرأيتم كيف أن شكلها واحد انظروا إلى اللوحة فلذلك وضع نصر رحمه الله تحت الباء نقطة وفوق التاء نقطتين وفوق الثاء ثلاثة نقطة قد يقول قائل ولماذا لم يضع نقطة واحدة من فوق وضعها ولكن على النون انظروا إلى النون في آخر الحروف فوضع عليها نقطة لأنها أيضا تشتبه بالباء والتاء والثاء ثم تأتي الجيم والحاء والخاء هي متماثلة في الخط فوضع رحمه الله في داخل الجيم نقطة وفوق الخاء نقطة وترك الحاء من غير نقطة لأنها عند أذن لا تشتبه كذلك الأمر بالنسبة إلى الدال والذال كما سيأتي معنا هذه الحروف التي ترونها أمامكم هي الحروف الهجائية وفي آخرها الواو والألف والياء هذه التي ترونها مكتوب لام ألف هي الألف وسيأتي الحديث عنها بعد قليل تنبيه الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة وأما الألف المدية يعني لما تقول أنت قال يا قال عاد مالكي ما هذه الألف المدية فهي قبل الحرف الأخير ويعبر عنها بلام ألف لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا بس تعطوني تركيز قليل لو سمحت أخي الكريم كل حرف من حرف اللغة العربية له حالة من أربع حالات كل حرف إلا الألف اتركوا الألف قليلا كل حرف ما عدا الألف إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ولا خامس أما الألف هذا الحرف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا إذن ألف متحركة لا يوجد طيب ألف ساكنة ليس قبلها مفتوح أيضا لا يوجد فالألف لا بد أن يكون قبلها حرف مفتوح وبالتالي الألف لا تتصدر يعني يستحيل أن تجد كلمة أولها ألف ألف منطوقة لأنها دائما هي مفتخرة لمن لحرف يتقدم عليها وهذا الحرف يجب أن يكون مفتوحا انتبهت كيف طيب لو قال قائل لأخيه أنطق لي ألفا ماذا يقول الثاني لو قلت لي أخي مثلا أنطق ألفا ماذا تقول يقول إذا وضع قبل الألف همزة لماذا وضع ألم يكن ممكن أن يقول أو يقول أو يقول ممكن المهم أن يضع حرفا قبلها نريد حرفا له مزية نريد حرفا له مزية ماذا قال العلماء قالوا عندنا في لغة العرب شيء اسمه لام التعريف شو اسمه لام التعريف الكذا مثلا المسجد هذه اللام لام ساكنة أليس كذلك والعرب من قواعد لغتهم أنهم لا يبدأون بساكن فإذا وجد عندهم كلمة أولها حرف ساكن يجلبون لها همزة الوصل كما سيأتي معنا في آخر المنظومة عند قولي الجزري بإذن الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم فإن وجدت لام التعريف الساكنة جلبوا لها همزة الوصل مفتوحة ولكنهم يكتبونها على هيئة مين على هيئة ألف ألم نقول إن الهمزة لا صورة لها عندما أقول أنا المسجد ماذا أنطق همزة لكن ماذا أكتب ألف إذن لام التعريف الساكنة احتاجت وافتقرت إلى حرف يتقدم عليها من الذي خدمها الألف الآن الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها من أولى الحروف أن يرد لها الجميل اللام عرفتوا فقالوا لام ألف عرفتوا لماذا قالوا لام ألف إذا واحد قال للثاني انطق لي ألفاً فعلى الثاني أن يقول لا انتبهتوا قال الطيبي رحمه الله عن الألف فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا انتبهتوا كيف إذا قال لك أخوك انطق لي ألف تقول له لا فهو يظن أنك يعني لا تريد أن تنطق وانت قد نطقت نعم إذن هذا معنى قول علمائنا في آخر الحروف الهجائية لام ألف يعنون بها الألف انتبهنا يا أخي كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث لم يكن للهمزة عند العربي صورة في الخط بل كانوا يعاملونها كالتالي في أول الكلمة يكتبونها ألفا سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مفتوحة مثل أتى انظروا إلى اللوحة ومكسورة مثل إبراهيم ومضمومة مثل أمور هكذا كانوا يكتبون الهمزة في أول الكلمة أما إن كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها فهو ما نراه في هذه اللوحة ثانيا في وسط الكلمة أو آخرها يكتبونها ألفا أو واءا أو ياءا أو لا يكتبونها وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر انظروا إلى الأمثلة سأل هل رأيتهم كيف كانوا يكتبونها على ألف وهذه متوسطة سؤال يكتبونها على واو وهي متوسطة سؤيلة يكتبونها على سن وهي متوسطة براءة هكذا يكتبون براءة من غير همزة وهي متوسطة وهي التي نكتبها في عصرنا على السطر أما المتطرفة ملجأ ملجأ كي يكتبونها على هيئة ألف العلماء يكتبونها إيش لا يكتبونها نحن نكتبها على إيه على السطر بؤ باء يبوء والفعل الأمر منه بؤ ما أقول لك فباء بغضب من الله باء يبوء وأنت يا فلان بؤ فعل أمر من باء يبوء تكتب هكذا باء واو جئ فعل أمر من جاء يجيء كيف يكتبونها جيميا هكذا كانت الكتابة في عصر النبوة إلى أن جاء الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فهو الذي وجد أنه من الضروري أن يكون للهمزة صورة في الخط انتبهت فاخترع لها صورة أول من اخترع صورة للهمزة في الخط من هو الخليل رحمه الله ثم اخترع الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة خمس وسبعين ومائة هجرية لها صورة في الخط هي رأس حرف العين شو قال الخليل يا شباب قال إن الهمزة والعين مخارجهم متجاورة ومتقاربة فأخذ حرف العين انظروا إلى حرف العين انظروا إليه لو سمحتم وهكذا قطع رأسه واخذ النصف العلوي منه وجعله صورة لمين للهمزة فهو الذي اخترع صورة للهمزة ومن بعدها صرنا نحن نكتب مثلا أريد أن أكتب أن فأضع أليفا وفوقها رأس العين هذه الأحرف المتماثلة التي نقطها نصر بن عاصم كما ترون على اللوحة الباء والتاء والثاء أما الباء فوضع نقطة تحتها وأما التاء فوضع نقطتين فوقها وأما الثاء فوضع ثلاث نقاط فوقها الجيم والحاء والخاء كانت هكذا كما ترون اللوحة فقام رحمه الله بوضع نقطة في وسط الجيم وترك الحاء مهملة ووضع نقطة فوق الخاء فلم تعد الثلاثة تلتبس في الخط الدال والذال نقط مين الذال فلم يعد بينهما لبس الراء والزاي نقط مين الزاي فلم يعد بينهما الاختلاف السين والشين ترك السين كما هي لاحظوا بأن السين والشين لكل منهما ثلاثة أسنان فوضع فوق كل سن من أسنان الشين نقطة فوق كل سن من أسنان الشين نقطة وترك السين من غير نقطة هكذا هل ترون ثم بعد ذلك الخطاطون يعني تفننوا في هذه النقاط الثلاثة فصاروا يضعونها كما انظروا إلى اللوحة صاروا يضعونها على هذا الشكل المثلث وإلا هي في الأصل فوق كل سن نقطة هذه هذه الأربعة المتتالية كانت صورتها في الخط العربي القديم واحدة صاد كانت كتابتها واحدة هكذا كما ترون طبعا هذا ملبس فيه التباس فماذا عمل نصر ابن عاصم رحمه الله جعل للطاء والضاء أرأيتم السن السن الذي في آخر هذا السن طوله في الطاء والضاء وتركه قصيرا في الصاد وفي الضاد انظروا ثم فرق بين الصاد والضاد من جهة والطاء والضاء من جهة بتطويل سنة الطاء والضاء انتبهنا إذن الآن صار عنا أول فرق أن الطاء والضاء صارت السن التي لهما طويلة وبقيت سن الصاد والضاد قصيرة المرحلة الثانية نقط الصاد والضاد ما زال مشتبهين أليس كذلك فنقط مين الضاد والطاء والضاء ما زالتا مشتبهتين فنقط مين الضاء انظروا إلى اللوحة ثم فرق بين الأربعة بنقط الضاد والضاء وبهذا صار للأربعة كما نرى الآن لكل منهما شكله المستقل نعم قد يقول قائل لماذا كانت الأربعة هذه لها شكل واحد والله يا أخي هذا ما عندنا دليل عليه لكن يغلب على ظني كلام من عندي يغلب على ظني أن هذه الأربعة حروف الإطباق الفم ينغلق عليها ينحصر الصوت كما سيأتي معنا عند الحديث عن وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة ينحصر الصوت بين قبة الحنك وشكل القبة هكذا مقبب وبين اللسان أص أض أط أض فهذه الأربعة فكأن هذا الشكل كأن هذا الشكل يعني كأنه يجسم شكل الفم عند نطق هذه الأربعة لعل هذا هو السبب الذي جعلهم جعل القدامى جدا من قبل الإسلام يعني يجعلون لهذه الأربعة صورة هذا الكلام من عندي والله أعلم بحقيقة الأمر فانظروا إلى هذا الشكل شايفين الفم هذا مثال الضاء يعني كأن انظروا إلى هذه الشكل الأزرق كأنه يصور شكل الفم عند نطق هذه الأربعة نعود إلى الحروف العين والغين متشابهتان بل متماثلتان في الخط فنقط نصر مين الغين الفاء والقاف أيضا بينهما تشابهن فنقط مين الفاء بنقطة من فوق والقاف بنقطتين كان في طريقة ثانية عند القدامى في الكوفة يجعلون تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة وما زال إخواننا في البلاد المغربية في مصاحفهم المضبوطة على رواية ورشن يستعملون نفس الشكل هكذا كما نرى ضبط كوفي قديم عمل به المغربة الفاء لها نقطة من أسفل كما ترون والقاف شو لها نقطة من أعلى اللام والكاف أو الكاف واللام بالأحرى أيضا بينهما تشابه انتبهنا في شكل من أشكال الكاف يسميه الخطاطون الكاف الزنادية الكاف الزنادية شكلها هكذا 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 مثل راس البطة تقريبا يسمونه الكاف الزنادي بيقولولها أو الثعبان فانظروا أخذوا هذا الشكل وصغروه وصاروا يضعونه فوق الكاف شايفين هذا الشكل شايفين كانت الكاف واللام هكذا ثم وضعوا هذا الذي ترونه ليس همزتان هو يشبه الهمزة ولكنه ليس همزة هو كما قلت لكم من الكاف الزنادية هكذا مكتوب على اللوحة كيف تحولت الكاف الزنادي إلى ما يشبه الهمزة هكذا كان شكلها ثم في النهاية تحول شكلها إلى هذه المرحلة الأخيرة الميم لا تشتبه بحرف آخر فلم ينقطها نصر بن عاصم النون تشتبه بالباء والتاء والثاء فوضع فوقها نقطة وأما الهاء فلا تشتبه بشيء فتركها كما هي وبقي علينا حروف المد الثلاثة التي نراها أمامنا فالواو لا تشتبه بشيء لم ينقطها والياء إن كانت على شكل سن تشتبه بالتاء والثاء والباء فوضع لها نقطتين من أسفل وأما التي ترونها في الوسط فهي الألف كما ذكرت وتسمى مجازا لام ألف لما شرحته لكم منذ قليل هذا الذي ذكرناه عن الألف يعني كثير من المثقفين لا يعرفه بل للأسف الشديد في بعض كتب الإملاء والمدارس الحديثة صاروا يحذفونها ويظنون أن التي في الأول هي الألف التي في الأول ألف مجازية وهي في الحقيقة الهمزة وأما الألف المنطوقة فهي هذه الأخيرة وهي مع إخوتها تشكل حروف المد وإن شئت فقول حروف العلة تبهنا انظروا إلى اللوحة الألف المدية التي في نحوي قال عسى ضحاها هذه هي الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون من قبلها إلا مفتوحا تكلمنا على الحروف الهجائية يعني المنطوقة والآن نتكلم على الثمانية والعشرين الباقي التي هي المكتوبة الأبجدية إذا ننتبهوا أحيانا تدخلون إلى مكتبة يقولون هنا الكتب مرتبة ترتيب هجائي أو ترتيب أبجدي إن قلنا هجائي يعني ألف با تا ثا كما وإن قلنا أبجدي فهو الذي نراه الآن بين أيدينا الحروف الأبجدية يعني المكتوبة قديمة جدا من قبل الإسلام ولا نعرف كيف بدأت لكن العرب كانت تستخدم هذه الكلمات فيجمعونها في قولهم أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضعوا هكذا ترتيبها عند المشارق المغاربة غيروا فيها ولا أدري لماذا غيروا فيها يقولون أبجد هوز حطي كلم صعفض قرست بالسين ثخذ ضغشوا انتبهنا كيف فلذلك كما تعلمون إخوانا إذا كان بيننا إخوة يشتغلون بعلم القراءات القرآنية تعلمون أن الشاطبي شو قال جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولى أولى احتاج الشاطبي إلى واحد وعشرين حرف لأن القراءة السبعة سبعة ولكل منهم تلميذين يعني صار عندي كل قارئ وله تلميذين ثلاثة أشخاص ثلاثة ضرب سبع قراءة واحد وعشرين فاحتاج إلى واحد وعشرين حرف فاستخدم أبج دهز حطي كلم نصع فضق رسات شو بقي عنده من التسعة وعشرين لثمانة وعشرين كم باقي ثمانية سبعة المكتوبة ثمانية بقي عنده سبع حروف أخذ الواو نعم مو هي ثمانة وعشرين بقي عنده سبع حروف أما الواو فقال أنا سأعتبر الواو فاصلة قال آتيك بالواوي فيصلة كم حرف بقي ستة فلما بقي عنده ستة استخدمها للرموز الجماعية فقال فمنهن للكوفين ثاء مثلث إذن هو يتكلم على كلمة ثخذ وضغش وستتهم بالخائي ليس بأغفل عنيته الأولى أثفتهم بعد نافه وكوف وشام ذالهم ليس مهمة وكوف مع المكي بالضاء معجمان وكوف وبصر غينهم ليس مهمة وذنقط شين للكسة إذن هو هذه طريقة الشاطبي طريقة المغاربة أبجد هوز حطي كلوم صحفت قرست ثخذون ضغشوا بينما المشارقة ليست طريقتهم كذلك الجزري رحمه الله مع كونه مشرقيا ما أراد أن يخالف الشاطبية حتى لا يجعل اختلاف عند الطلبة القرآن فقال في طيبة النشر وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي هذه الحروف الأبجدية ما معنى هذه الكلمات لا أدري شي قديم من قبل الإسلام نعود إلى أبيات الجزري إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات أفصح من الفصاحة شو الفصاحة؟ البيان والوضوح يعني لغة العرب حروفها واضحة ما فيها غمغمة ما فيها حروف داخلة في بعض بحيث أن السامع يلتبس عليه الأمر وهم قوم كانوا يعنون بالفصاحة ويفتخرون بها وطالما أن الله يريد أن ينزل للبشرية القانون الأخير والدستور النهائي لها فلابد أن يكون مصوغا بحروف وبلغة واضحة ليس فيها التباس ولا غموض اللغات جمعوا لغة وهي الألفاظ الموضوعة لمعنى موضوعة معنى تألفها الناس موضوعة لمعنى واجب عليهم أن يعلموا ذلك ثم قال رحمه الله محرري التجويد والمواقف محرري جمع محرر وهي منصوبة بالياء لأنها حال حال يعني يجب عليهم أن يعلموا ذلك قراء القرآن حالة كونهم محرري التجويد محرري التجويد يعني مبينين لمسائله وموضحين لقواعده التجويد تجويد على وزن إيش يا شباب تفعيل ما هيك تجويد تفعيل إذن التجويد كما نرى على اللوحة التحسين يقال جود يجود شو معناها حسن يحسن فإذن تجويد القراءة يعني جعلها قراءة جيدة جودت الشيء جعلته جيدا يعني حسنته يعني وضحته وفي الاصطلاح عند العلماء إذا قالوا التجويد ماذا يعنون به هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية كما ذكرت لكم قبل الأمس الصفات الذاتية هي التي لا تفارق الحرف ولا بحال من الأحوال والصفات العرضية هي التي تنشأ في بعض أحوال الحرف كالإدغام والإخفاء والقلب والمد الزائد بسبب وجود همز أو السكون هذه كلها صفات عرضية محررية التجويد والمواقف المواقف أي محال الوقف ومحال الابتداء مواقف جمع موقف يقول هذا موقف ما يعني موقف محل الوقوف انتبهنا كيف نعم وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها أنا لما أقرأ القرآن أقرأه بنفس بهواء الزفير الزفير هو الهواء الخارج من الصدر والهواء الذي يخرج من الرأتين محدود ولا غير محدود محدود كمية محدودة فبعد قليل لابد لي أن أتعب وأقف طب أين أقف هل أقف في وسط الكلمة هل أقف كيف أقف وأين أقف هل عرفتم ما معنى المواقف يعني مكان الوقف فترتب على قارئ القرآن أن يعلم أمرين يتعلقان بعلم رسم المصاحف علم رسم المصاحف كما ذكرت لكم فيه أبواب باب ما زيدت فيه الألف باب ما نقصت منه الألف باب ما زيدت فيه الواو باب ما نقصت منه الواو باب ما زيدت فيه الياء باب ما نقصت منه الياء ومن جملة ذلك باب ما كتب مفصولا وباب ما كتب موصولا باب ما كتب فيه التاء المربوطة مبسوطة انتبهت كيف هذا الأمر أيضا ترتب على قارئ القرآن أن يعلم من علم رسم المصاحف هذين البابين يعني أنا كقارئ للقرآن ليس من الضروري أن أتعلم علم رسم المصاحف كله ما لي علاقة فيه أنا عم بقرأ من المصاحف ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب علماؤنا وضعوا لي بين الكاف والتاء ألفا خنجرية بيّنوا لي بأن هذه الكلمة تقرأ الكتاب فما لي علاقة إن كانت طويلة ولا كانت قصيرة المهم سأقرأها الكتاب لكن الذي يهم من هذا العلم علم رسم المصاحف بابين لا غنى لي عنهما عند قراءة القرآن وهو ما كتب مفصولا أو موصولا يعني إن كتبت أن لا موصولة على نية الإدغام ألا لا يصح أن أقف على أن انتبهت لأنه لا يوجد في المصحف نون كيف أقول أن ما في نون مكتوب ألا وفي مواضع أخرى شو مكتوب أن لا ففي المقطوعة في الخط يصح لي أن أقف على أن ولكن في الموصولة لا يصح فتعين على قارئ القرآن أن يحيط علما بهذا الباب كذلك الباب الثاني بارك الله فيكم باب ما رسمت فيه هاء التأنيث تاء مبسوطة هذا سنتعرض له إن شاء الله عند قول الناظم ورحمة الزخرف بالتاء زبره بعض القبائل العربية ما كانوا يعني هذه الهاء التأنيث كانوا يستعملونها تاء وصلا ووقفا فإذا وصلوا يقولون مثلا جنة نعين وإذا وقفوا يقولون جنة ما يقولون جنة أغلب القبائل يقفون بالهاء جنة وإذا وصلوا وصلوها إيه بالتاء لكن بعض القبائل كانوا يقفون عليها أيضا بالتاء وفي حروب الردة في إحدى الغزوات من حروب الردة كان الشعار يومها يا أهل سورة البقرة انتبهتوا يعني كان ينادي لأن أغلب الذين كانوا في تلك المعركة كانوا من القبائل التي يقفون عليها بالتاء فينادي بعضهم بعضا يا أهل سورة البقرة انتبهنا كيف؟ نعم وتاء أنثى لم تكن تكتب بها بل كانت تكتب بتاء هل عرفتم ما معنى قول الجزري بها بها الثانية ليست مثل بها الأولى بها الأولى معناها فيها من كل مخطوع وموصول فيها يعني في المصاحف وتاء أنثى لم تكن تكتب بها يعني لم تكن تكتب بها وتكتب سكنها الناظم للضرورة لم تكن مفروض تكتب لأنه تكتب فعل مضارع مرفوع ليس قبله جازم من أجل الوزن سكنه ضرورة فقال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها فلما سكنه والتقت الباء مع الباء وجب الإضغام فصارت تكتب بها انتبهنا يا إخواننا هذا شو بيسموه بعلم البلاغة بها وبها شو بيسموه جناس الجناس هو أن تنطق كلمة نطقا واحدا وفي كل مرة لها معنى طيب طالما بسم الله طالما أن الإمام الجزرية رحمه الله قال إذ واجب عليهم واجب عليهم حتى مقبل الشروع أولا انتبهت كيف أن يعلموا كذا وكذا يبرز هنا سؤال ما حكم الالتزام بقواعد التجويد هل يجب على قارئ القرآن أن يلتزم بقواعد تجويد القرآن أم يصح أن يقرأ بدون تلك القواعد يعني أنتم أغلبكم طالب تعلم وتعلمون أن هذا الموضوع يعني يقال فيه أقوال كثيرة فبين مشدد جدا ومؤثم لكل من لا يقرأ القرآن مجودا وبين من يرى أن هذا العلم كله لا أصل له وأنه من اختراع المشايخ للأسف يعني يوجد على الساحة من يقول بهذا الكلام الله يهديهم يصلحهم كيف من اختراع المشايخ يعني هذا العلم ضبط للنطق النبوي ولولاه لضاع القرآن لو لهذه القواعد التي دونها أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا فبينوا فيها من أين تخرج الحروف العربية من حيث المكان والصفة لضاع القرآن لكثرة الألسنة انظروا إلى مجلسنا هذا كم شعب الآن جالس في هذا المجلس كم شعب وهكذا المجال السابقة فإذا كل واحد مننا يريد أن يقرأ القرآن بما اعتاده من ظواهر لغوية أو ظواهر لهجية كان القرآن ضاع هذا يقول الرهمان الرهيم وهذا يقول الرخمان الرخيم ضاع القرآن فلولا هذه القواعد وهذا العلم الجليل يضاع القرآن طيب هل الالتزام بهذه القواعد يعني لازم يكون دائما دائما انظروا إلى هذا التفصيل حكموا الالتزام بالتجويد نفصل في الموضوع ألم نقول إن علم التجويد يعنى بمخارج الحروف وصفات الحروف سوف نبدأ واحدا واحدا مخارج الحروف طيب أتتصورون إنسانا يقرأ القرآن فيغير مكان الحرف هل يتصور هذا مهما كان نوع القارئ من أي شعب كان لو غير مكان خروج الحرف هل سيتغير صوت الحرف أم لا أنا أسألكم سيتغير أم لا طيب إذا تغير اللفظ ألا يتغير المعنى إذن كما نرى على اللوحة مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا هل عرفتم ما معنى مطلقا يعني مهما كان نوع القارئ عم يقرأ لوحده عم يقرأ أمام الناس عم يصلي إمام لا بد من أن يلتزم بمخارج الحروف فلا يقول مثلا بشم الله الرحمن الرحيم إيش بشمي هذه بده يقول باسمي انتبهنا كيف أو مثلا والشمشي وضحاها ما فيه ناس بيقولوا على الشمس الشمش أخواننا بالمغرب فيه ناس بيقولوا الشمش ما بس تقول الشمش شو بدك تقول والشمس وضحاها بدك تلتزم بإيه بمخارج الحروف كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو بالها نعم كان لي منذ ثلاثين سنة لا هذا واجب خلص يأثم بتركه هنا نعم كان لي صديق في تركيا منذ كذا وثلاثين سنة وكنت في اسطنبول فالأخ الله يسلمه يعني كان يحب اللغة العربية لكنه مبتدئ وصديق وصديق آخر تركي متقن العربية جدا فكان مبتدئ يقول لي كيف خالك أنا أفهم عليه ولكنني أريد أن أمزح معه فأقول له توفي يا رحمه الله فيستغرب يقول لي كيف خالك أنا أقول له توفي يا رحمه الله فالصديق الثاني يضحك يضحك ثم يشرح له الفرق بين الخاء والحاء وأن الخال هو أخ الأم خالك يعني أخ أمك وحالك يعني وضعك فلما فهم ذلك الأخ الفرق بين حالك وخالك قال لي كيف حالك وبذل جهدا مخيفا في إخراج حرف الحاء انتبهت كيف فإذا جزى الله أئمتنا الذين ضبطوا لنا هذه الأماكن بخروج الحروف ولولاها لضاع القرآن واختلطت معانيه هذا بالنسبة لمخارج الحروف بالنسبة لصفات الحروف أيضا نقسمها إلى قسمين خليكم معي شوي البحث دقيق نقسم صفات الحروف إلى كم قسم إلى قسمين صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وينتقل إلى حرف آخر وصفات إذا ما أتينا بها لا يتغير الحرف عن حيزه إلى حرف آخر ولكن يفقد جماله يفقد رونقه إذن ألف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا مثل مخارج الحروف كتفخيم سين عسى وتكلمنا عن هذا أول أمس عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لو فخم القارئ السين من عسى شبت صير عصى وترقيق صادي عصى وعصى آدم ربه فغوا لو رققها شبت صير وعسى آدم ربه قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عسايا ولهي عصايا فإذن هنا إن أخللنا بصفة الحرف خرج الحرف عن حيزه إلى حيز آخر فهذا النوع من الصفات الالتزام به واجب والإخلال به أيضا حرام مطلقا ما معنى مطلقان مهما كان نوع القارئ وترقيق طائق الطلاق تصور واحد عن مقرأ يقول التلاق مرتان وآخر يقول لينذر يوم الطلاق ما في شيء اسمه يوم الطلاق في شيء اسمه إيش يوم التلاقي التلاقي من الملاقاة والنوع الثاني من الصفات يا إخوة صفات تزيينية تحسينية كترقيق الرأي المفتوحة أو المضمومة نحو الرحمن الرحيم لو قارئ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هل حرف الرأي تغير إلى حرف آخر لكن العرب لا يقولون الرحمن الرحيم شو بيقولوا الرحمن الرحيم فالحرف فقد جماله ورونقه لكن ما تغير وعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرف الرخوي الساكن مقارنة بالشديد كما سيأتي معنا وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي فيفرق فيه بين حالتين حتى هذه الصفات التزيينية نفرق بين حالتين الحال الأول على سبيل التلقي والمشافهة طالب جلس أمام أستاذه وقال يا أستاذ أريد أن أتلقى عنك القرآن لتجيزني به وأرويه عنك بدك تجاز بالقرآن وترويه إذن عليك أن تلتزم بالحذافير كلها فلا يصح في مقام التلقي والمشافهة أن يقول الطالب الرحمن الرحيم شو بده يقول الرحمن الرحيم والإخلال بها حرام ليه لأنه مقام تلقي ومشافهة وإن أخلى بها فهذا كذب في الرواية كتبنا على اللوحة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام ليه لأنه كذب في الرواية أعود فأقول إن كانت التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة أما إن كانت كما نرى على اللوحة على سبيل التلاوة المعتادة واحد عم يقرأ هكذا لوحده أو عم يقرأ هكذا بين أهله ولا بين أصدقاؤه فما أتى بالصفات التزيينية التحسينية أو أخلى ببعضها أيضا نفرق بين حالتين إن كان هذا الفعل من شخص متقن عالم بالأحكام يعني قارئ متقن ومتلقي ومن أحلى ما يكون وقاعد عم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أخي ليش عنقول الرحمن الرحيم ألست متقنان ألست قارئان ألست متلقيان لماذا لا تلتزم والله هذا عيب في حقك انتبهتوا إذن معيب في حقه انتبهتوا كيف أما إن كانت من عامة المسلمين يعني أمي وأمك وخالتي وخالتك وجدتي وجدتك الله يتقبل ترك الأكمل ولا شيء عليه بهذا التفصيل نكون قد أتينا على ما نسميه حكم الالتزام بالتجويد يعني لا نحن شددنا على الناس وقلنا من لم يجود القرآن آثم وهربنا الناس من القرآن والله أنا أذكر مرة منذ يمكن خمسة وعشرين سنة سألت إنسانا عن قراءة القرآن فقال لا يا عمي أنا تركت لكم القرآن لكم وأخرج لي من جيبه سبحة وقال لي قالوا لي إن قرأت القرآن بغير تجويد فأنا آثم فأنا أنا أريد الحسنات لا أريد السيئات وأخرج لي من جيبه سبحة وقال أنا أقول لا إله إلا الله وأستغفر الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ثوابا أرأيتم كيف التشديد هرب هذا الإنسان من تلاوة القرآن بالله عليكم لو سبح مليون مرة أو قال لا إله إلا الله مليون مرة أيعرف الحلال من الحرام ما يعرفه إلا بقراءة القرآن فلا نريد أن نشدد تشديدا ينفر الأمة يسروا ولا تعسروا وبشروا وسكنوا ولا تنفروا أليس كذلك ولا أيضا نتساهل تساهل يلا مشي 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 ونجعل الإخوة مثلا يقول والله فلان ما شاء الله مجاز سمعنا أوه التلاوة مليئة بالملاحظات ويقول أنا مجاز إيش المجاز هذا فلا إفراط يا إخوة ولا تفريد هذا الذي ذكرته لكم سأجمله لكم الآن على مخطط شجري لأن الأمور لما تكون إلى جانب بعضها تكون أرسخ في الذاكرة فتابعوني لو سمحتم على اللوحة الآت التالية حكم الالتزام بالتجويد مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة صفات الحروف نفرق بين صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة وصفات تزينية تحسينية أيضا نفرق فيها بين حالتين على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام لأنه كذب في الرواية أما على سبيل التلاوة المعتادة فإيضا نفرق بين حالتين من متقن عالم بالأحكام فهذا معيب في حقه ومن عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه هذا الذي أراه في هذا الموضوع صار الأذان يا سيدي؟ صار؟ طيب إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام على مقدمة المنظومة الجزرية وبينا حكم الالتزام بالتجويد بقي في الدرس القادم إن أحيان الله أن نتكلم على قول الناظم رحمه الله مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبار نسأل الله التوفيق لنا ولكم وإن شاء الله نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتاباته أكب لوحك بكم شكرا لكم